الكثير مننا اليوم عنده عمالة منزلية سواء كان رجل أو امرأة للعمل لديه لقاء أجر معلوم ويعتقد بعض أصحاب العمل أنه يحق للعامل والعاملة حقوقهم فقط وتكون من خلال الأجر اللي يتقاضونه لقاء أي عمل يلتزمون فيه لكن هل يعلم أصحاب العمل بأن هؤلاء العمالة المنزلية لهم أيضا حقوق مقرة له وفقا للقانون هذا راح نتعرف عليه أكيد مع ضيفتنا المتعجدة معنا بالاستيديو المحامية علياء المقدس صباح عليك بالخير أستاذ علياء وحياة الله معنا وشرفتيننا الله يسلمت شكرا على الاستضافة نتمنى اليوم في لقاء اليوم بما أنه يعتبر حديث الساعة عمالة المنزلية وكلها اللغطة وكلها الكلام اللي يقع النسبعة وما أنت عارفة وين الحق وهل فعلا على العامل لحقوق وهل الكفيل لازم يلتزم فيها وهذه الأمور نتمنى اليوم بهذا اللقاء توضح ودي أرجع بالبداية أستاذ علياء من أول ما الكفيل يقدم طلب أو هنقول الشخص يقدم طلب أنه هو يطلب عامل أو عاملة منزلية من بعد الطلب هل الكفيل حقوق لازم يعرفها؟ طبعا بداية نقدر نقول أول ما يبي الكفيل يطلب عاملة منزلية لازم أول شيء يبحث عن المكاتب المرخصة كلنا عارفين أنه لازم يكون فيه ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة التجارة حق مكاتب استقدام العمالة المنزلية لأنه فيه وايد مكاتب وهمية وللأسف هذه المكاتب الوهمية قاعد تسوق حق العاملات وقاعد تصير من وراها مشاكل عديدة بحيث أنها تنحاش العاملة يصير فيه مشاكل بحيث أنه ما فيه عقود أنه تنعطى حق الصاحب العمل فبالبداية لازم كل شخص يبي يطلب يطلب من مكتب مرخص كيف يدري أنه مكتب مرخص؟ يبين الإسم يبين مثلا أنه تراخيص التجارة تراخيص الداخلية فيه هذه الأمور واضحة يعني فيه الأماكن اللي هو معلومة أنه وين فيها المكاتب المرخصة الشغلة الثانية فيه عقود لازم تبرم هي عقود استقدام ثلاثية من ثلاث أطراف الطرف الأول اللي هو المكتب استقدام العمالة المنزلية الطرف الثاني اللي هو الكفيل صاحب العمل الطرف الثالث هو العامل المنزلي لازم في هذا العقد يوقع من هذه الثلاث أطراف بحيث أنه تكفل كل الحقوق لازم أنه ينحط في هذا العقد قيمة التكاليف الاستقدام يحددها طبعا المكتب تنحط قيمة العمولة لابد أنه طبعا فيه عمولة للمكتب أنه ياخذها تنحط المواعيد اللي ممكن أن تندفع في هذه التكاليف مثلا في بداية استصدار التأشيرة نقدر نقول يدفعون جزء من المبلغ عقوب لما توصل العاملة من ديرتها يدفعون مثلا المبلغ الثاني الشغلة الثالثة في فترة تجربة فترة تجربة مدتها ستة شهور هذا المكتب يكفل لي صاحب العمل أنه يتكفل فيه أمور معينة مثلا في حال أن العاملة المنزلية رفضت العمل مثلا وصلت الآن العاملة المنزلية ورفضت قالت أنا ما بيشتغل خلال ستة شهور ممكن أن صاحب العمل يرجع العاملة المنزلية إلى المكتب والمكتب يكفل لي المبلغ بالكامل هذه نقطة يعني يقدر يطلب المبلغ كامل في حالة العاملة قالت ما بيشتغل رفضت مثلا خلال طبعا ستة شهور صار مثلا أنه اكتشفوا فيها مثلا أمراض سارية اكتشفوا فيها مثلا إعاقات جسدية بدنية إعاقات نفسية نفس الطريقة ممكن خلال ستة شهور أن صاحب العمل يرجع العاملة إلى المكتب نقدر نقول مثلا صار عائق قانوني ما قدر مثلا أنه ينقل الكفالة كان عليها إبعاد مثلا نقدر نقول مثل ما قلنا أول شيء نهاية رفضة العمل أو مثلا توفت خلال ستة شهور في حال وفاتها خلال هذه الستة شهور المكتب وهو المتكفل بنقل جثمانها بالكامل تمام نزين فيه بتكلم عن حالات أخرى بما أنت أستاذ عليها ذكرت في هذه الحالات اللي ممكن الكفيل هنا يتواصل مع المكتب وياخذ المبلغ اللي هو ادفعه في البداية بالكامل في حالات أخرى قاعدة تصير كانت أو صارت في بعض في السنين من السنوات اللي فاتتها للأسف يصير أن بعض العملات وصل فيهم الأمر إلى القتل أي نعم أي يعني ليه هنا في هذه الحالات الكفيل شو يتصرف يعني هل يكون أقدر أنا مثلا ألجأ للمكتب يعني في ناحة الموضوع دعنا تكلم قضية وصلت للمحاكم أي نعم مكتب أقدر يعني أرسع عليه قضية أو أن أقول شو الطريقة آلية هذا طبعا هو المشاكل والقضايا اللي مرت خلال السنوات اللي فاتت يعني يحدث بلا حرج آلاف من القضايا يعني إذا في مجال مثلا أفصل فيها مثلا شوي مثلا نقدر نقول اتعددت الجرائم ما بين خطف يعني وصلوا فيهم مثلا العاملات أنه يخطفون مثلا أحد أفراد الأسرة ووصلت مثلا فيه قضية وصلت أنه اخطفها الطفل لمدة 12 ساعة وقاعدت تتفاوض مع كفيلها على أساس أنه يرجع لها جوازها يعني تخيلي وصلت فيها إلى أنه تخطف يعني جزء من أفراده وطفل من أفراد العائلة مثلا قضايا اللي هي نقدر نقول العنف قاموا يستخدمون العنف الضرب الانتهاكات مثلا الجنسية نقدر نقول هاتك العرض الشروع في القتل وصلوا في مراحل أنه مثلا وصلت قضايا مثلا طعنات يعني أن العامل المزلين تسبب طعنات حق الشخص يعني تودي إلى القتل هذه يسمونها مثلا شروع بالقتل وصلنا إلى القتل في قضايا مثلا سنة 2011 و2014 في عندنا بنات بسن الزهور راحوا وبسبت مثلا شو نقول يعني مثلا في مثل هذه الحياة سادة علياء يعني هل إحنا ممكن لما يلجأ المتضرر في مثل هذه يعني هو الضرر هنا كبير وجسيم يلجأ للقضاء طبعا هو يعني السلطات المختصة هي اللي راح تقول طبعا كتحقيقات ولا مثلا نيابة على حسب طبعا الجريمة اللي حصلت للأسف المكتب ما لعلاقة نهائيا خلاص هذه صارت الآن بيد السلطات انتهى دور المكتب نقدر مثلا نتجه حق اللي هو يصير إدارة العمالة المنزلية هذه مثلا في المشاكل البسيطة بالقضايا لا خلاص بس تروح إلى السلطات المختصة هل ممكن أن القانون يشوف أن هذا الدافع أو هذا الفعل اللي قامت فيه العاملة يكون أساسا إساءة من الأسرة لها يكون مثلا سوم عاملة أنا مرت علي قضية خففت فيها العقوبة على العاملة كانت العاملة يعني قتلت صاحبة العمل ولكن سددت يمكن أكثر من عشرين طعنة عشرين طعنة عشرين طعنة يعني إنها مسكت الأداة وسببت عشرين طعنة يعني إحنا مثلا نعرف بالقانون إن مثلا طعنتين خلاص تودي يعني بالحياة يعني خلاص راح يموت الشخص لكن هذه من كثر ما هي كانت مقهورة فكانت يعني كان العدد مخيف يعني عدد الطعنات مخيف بالحكم خففت عليها العقوبة لماذا؟ لأنه حطوا بحيثيات الحكم أنه كانت فعلا يعني كانت فعلا معرضة يعني منتهكة جسديا ونفسيا كانت فعلا يعني صاحبة العمل كانت تأذيها يعني يعني فيه إساءة تعنيف أسري كانت فيه إساءة كان فيه تعنيف من صاحبة العمل فبهذه الحالة مثلا خففت العقوبة على العاملة المنزلية في حالات أخرى لا طبعا نقدر نقول إن مثلا العاملة لا قاموا يقتلون بدون سبب قمنا مثلا نسمع إن لا هذه عادات وتقاليد عندهم إن مثلا فتاة يعني نبت الزوج مقبلة على الزواج أنا أقتلها قبل يوم قبل يوم أرسها شذي عندهم ثقافتهم يعني في جالية معتقد ديني عندهم إن إحنا نقتل البنت قبل يوم أرسها هذا شيء شذي بدون سبب يعني لا تعنيف أسري ولا إن حدم أذيها ولا نسوي لها أي شيء أستاذ علي إحنا بننشر وعي مثل هذه الحالات لما يعني عقوماتي كررت أكثر من حالة وأكثر من جريمة وبعدين الناس بدت تلتفت إن أنا لازم أنتبه لفئة معينة مثل معتقد ديني معين عند فئة جالية معينة بحيث أني أنا ما أيبها ودخلها عند البيت إينا إذن إهني دور منه لازم يكون المكتب قبل الله يب العمالة ولا لازم الصائل كفيل أو اليابين يستطيع لله الحمد صار توجه حكومي يعني الجالية وقفت يعني مو محتاجين إحنا كأوكال الحمد لله الحمد لله الحين واقفين أنا بحسب علمي إننا واقفين هذه الجالية يعني إننا خلاص وقفوها من الدخول للبلاد كان في جالية ثانية هم اشتهرت بالسحر واشتهرت في أمور معينة هم نفس الطريقة إنه وقفت من عندهم فلله الحمد يعني نزل يعني في مثلا أمراض يعني لما أنتي توصل ليوصل العامل أو العاملة رحنا أهم هنا بعد يعني ما يقصر عندنا القانون الواضح طبعا لازم يسوي فيه فحص طبي إذا كان فيها مرض مزمن أو معدي لازم ترجع مرة ثانية ديرتها لكن الاضطرابات النفسية ساذة علياء هني أنا شلون أثبتها يعني أنا شلون أدري إن العامل أو العامل اللي أنا بييبهم عند البيت بيكونون جزء من أسرتي بيتعاملون مع أطفالي مع أفراد أسرتي بشكل يومي إذا كان فيه مرض نفسي أو اضطراب نفسي أنا شلون أعرف شوفي هو يعني طبيا ما كو إلا التقارير الطبية نعرضها مثلا على شخص شفنا عليها مثلا حالات معينة أو مثلا تصرفات غريبة نقدر نعرضها على دكتور طبعا عندنا الأطباء موجودين بها الحالة مثلا فيه أكيد تقارير طبية شغلة ثانية إحنا نقدر نقول يعني نتعامل بديننا بحسب أخلاقنا يعني كل ما عاملناهم زين كل ما صار حسن المعاملة طبيعي أكيد العاملة يعني إنسان يعني لحم ودم لابد أنه أكيد بتحترم الشخصية اللي جدامها يعني إحنا نقول ما نبي نظلم يعني إحنا نبي نحط الحق يعني شخصيتين سواء العامل أو صاحب العمل يعني رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال أعطوا الأجيرة أجرى قبل أن يجف عرقة يعني حقوق العمالة لابد أن يعني تنعطى حقوقها بالكامل نعم وحقوقها ترى بالقانون وايد يعني مختلفة عن الناس اللي يفاهمينه يعني أنا لو تبيني أتكلم في هالموضوع أنا هذا اللي يعني أتمنى اللي أركز عليه لأنه هو المعلومة الوحيدة اللي إحنا نعرفها أو اللي هي باينة لنا أكثر أنه بدام أنا عندي عامل أو عاملة معناتها حقها علي بس راتب بس أني أنا أعطيها راتب شنو ممكن الحقوق اللي تترتب لأنا مجبورة أني أنا أعطي هذا العامل أو العامل هذه الحقوق أبرزها على الأقل يعني صح علي أول شي طبعا لازم يكون فيه سكن ملائم لازم توفير الملابس الكساء الأكل الشرب فترة الراحة لازم ما تشتغل العاملة أكثر من 12 ساعة متواصلة أو متواصلة يعني نقدر نقول خمس ساعة متواصلة بعدين ساعة مثلا راحة الفترة النوم الفترة الراحة الليلية لازم فيه من ساعات على الأقل يعني هذا لازم الناس تحطها في الاعتبار يعني هي هم بعد تشتغل طول الليل والنهار هم ما ينفع يعني لازم فيه فترة راحة ليلية فيه إجازة سنوية مثلا إذا ما حابت تسافر مثلا العاملة لا نعطيها بدل الإجازة يعني لازم يكون فيه شهر بدل راتب مثلا الشهر ينعطى حق العاملة الشي الكبير اللي ما أدري الناس عارفينه ولا لا اللي هو لابد من مكافأة نهاية خدمة للعاملة وهذه مذكورة في العقد والناس كلها موقع عليها نهاية خدمة يعني كل سنة تاخذ عليها شهر نهاية خدمة مكافأة نهاية خدمة إذن خلال السنتين لازم فيه شهرين مكافأة نهاية خدمة شهر وشهر يعني إذن واذا ما عطى الكفيل يعني هل يحق للعاملة والعاملة مثلا يرجعون للمكتب أو إنه هي شلون يعني هي شوف أخل والناس اللي عارف بالقانون قاعد يعطيهم صراحة وهذا قانون دولي يعني إنه هذا معروف يعني حتى بالعمل عندنا عارفين مكافأة نهاية خدمة هذا شي موجود بس إحنا الناس ما عندها هذا العلم ما عندها هذه الثقافة بس لو يقرون العقد لو يفصصون بالعقد رح يلقونه موجود وأهم موقعين عليه موقع عليه إدارة العمالة يعني المنزلية اللي هي بالكويت اللي هي وزارة الداخلية موقع عليه صاحب المكتب موقع عليه الطرف وموقع عليه العامل نفسه نعم فإذن أنتو أربع أطراف موقعين على هذا الشي لازم الناس يكون عندها هذه الثقافة إنه في مكافأة نهاية خدمة في إجازة سنوية في راحة أسبوعية نحن نقول مثلا العاملات لأنهم معانا يعني خواتنا وقاعد يربون عيالنا فهم معانا قاعد يطلعون ويروحون فهذه أهم تعتبر راحة لهم وترفيه لهم إذا والحالات اللي مثلا يحجبون عنهم الراتب مثلا ما يعطونهم إياه بشكل شهري والله كل شهرين ثلاثة شهر وهم يعطونهم مثلا راتب لا طبعا هذا حرام هنا العامل أنا بتكلم عن العامل نحن ندري إنه الستة شهر يكون المكتب لا دور والمكتب لا دور وتقدر العامل أو العاملة يرجعون للمكتب عدينا الستة شهر والكافيل ما قام يعطي راتب بشكل منتظم العامل يقدر يرجع للمكتب شون المكتب يضمن حق العامل اللي يستلم راتبة هو يعني الأخلب العاملة ترجع حق المكتب تشتكي عندهم المكتب إذا كان وديا إنه يحلون الموضوع يقدرون يحلونه وديا بينه وبين الكافيل في حال يعني إنه تعذر الحل ممكن يحيلون الموضوع حق إدارة العمالة المنزلية هذه إدارة العمالة المنزلية أهي خلاص رح يصير أهي تواصلها مع الكافيل مع صاحب العمل نعم إدارة العمالة المنزلية طبعا مثل ما قلنا الداخلية ومع السفارة بعض المرات السفارات تدخل يعني بعض المرات العاملة تروح ترجع حق سفارتها نعم هم تشتكي وشذي فتصير هذه الأمور أنه يعني مبدئيا يصير كلام بين الكفيل وبين اللي هو الإدارات أو السفارة ويصير عادة ينحل الموضوع نزيل في حالة أن العاملة نزيل الجأت للسفارة اينا أو خنقل بعد المكتب واشتكت قالت والله أنا مثلا قاعد يتم ممارسة العنف علي ما يعطوني أكل مقعد أرتاح راسبي مقعد ينعطالي لكن لما أنت يكلمون الكفيل يقول لا من قال أنا قاعد أوكلها وعطيها ملابس وعطيها إجازة وكل هذه الأمور في أمور ما تقدر تثبتينها ساذة عالية اينا شلون نقدر نضمن حقنا في حالة إحنا كان عندنا مثل هذه النوعية من الشكاوي بالنسبة حق الكفيل طبعا في مثل دفتر ينعطى معروف كل المكاتب يعطونه يتوقع فيه يعني تتوقع فيه العاملة بأنها استلمت حقها مثلا بالتاريخ الفاني المبلغ الفلاني اليوم الفلاني لابد هذا الدفتر يحتفظ فيه الكفيل عساس لا سمح الله إذا صار شيء هو يكون عارف أنه يثبت حقه أنه أنا عطيته مثلا هذا الشيء أنا عطيته هذه الإجازة أنا عطيته هو يكون مسوي له يعني أنه وصولات تنعطي يعني عساس تثبت أنه هو سلمها كامل حقوقها ورواتبها في الحالة الثانية مثلا نقدر نقول أن الإدارة العمالة هي مثلا ترجع على الكفيل مثلا يتفاوضوا معه أنه مثلا أنت ما دفعت مثلا هالشهرين توصل في مراحل مثلا أن يرجعون على المكتب نفسه فيه مثل ضمان مالي يكون على المكتب يرجعون على المكتب نفسه فالمكتب يتحمل يعني وائد أشياء وفيه مثلا بعض الحالات اللي مثلا تتسفر حتى العاملة ينزل مبلغ تسفير العاملة على الكفيل يعني وفجأة مثلا تكتشفين قاعد جددين جواز أو شغلت شذي تكتشفين نازل عليك مثلا غرامة شنو هذه الغرامة مثلا قيمة تسفير مثلا عامل يصير شي تنزل عليك يعني بالسيستم ممكن أنزل أنا بتكلم عن موضوع اللي في حالة تم يعني في بعض الحالات الاعتداء خنقول سواء كانت اعتداءات جسدية أم جنسية على العامل أو العاملة هل في رادع قانوني لازم الكفيل يكون واعي لها يعني أكيد قانون الجزاء يعني هو الكفيل أنه يعني يثبت الحقوق يعني طبعا قاعد قلت الجهات المختصة يعني بإمكان السفارة أنه تأخذ العاملة ويروحون يرفعون قضايا على الشخص حدث كيت وكيت وكيت يثبتون الحالة يعني يصير فيه تحقيق قانون الجزاء هو الكفيل أنه يكفي الحقوق السادة عليا إذا كان عندش نصيحة أخيرة أحبت قدمينها للطرفين خصوصا نحن الحين في هذه الأوضاع يعني لكل من مقبل أنه يعني يطلب أو يتقدم بطلب لعامل أو عاملة وين نصيحة ممكن تكون في هذا الجانب والله نصيحتي للناس أن يخافون الله هذولا يعني العمالة يعني خلاص صاروا مننا وفينا فرد من أفراد المجتمع قاعدين يربون عيالنا وين قاعد نروح قاعد نشوفهم وهم قاعد يوكلون عيالنا وقاعد يربون عيالنا يعني ما نبي نوصل في مراحل في تعنيفهم بحيث يوصلون أن يصير عندهم نزعة إجرامية أو نزعة نفسية أن يحطون مثلا نقدر نقول الحرة في عيالنا أو بالعكس هذا شيء يعني أنت كلما عاملت الناس زي أم أكيد بيردون لك بنفس المعاملة وهذه اللقمة تعيش يعني أم يايين متغربين هادين عيالهم هم عندهم عوائلهم يعني أم بشر هادين عيالهم هادين حياتهم الاجتماعية ويايين يعني أن يعملون هذا عمل هي ما نقدر نقول لهذه يعني ما قاعد يقدمون لنا خدمة كأنهم يعني أنهم من خدمة مجانية لا لا نهائيا هذا عمل بالنسبة لهم يايين يترزقون الله فإحنا خاف الله فيهم نعاملهم معاملة حسنة نقدر نقول أنه هم يعني نصيحة للطرف للعمال يحافظون على عاداتنا وتقاليدنا نقدر نقول إحنا مجتمع محافظ لابد أن من المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا يحافظون على أسرار البيت أسرار أنه ما يشتغلون مثلا خارج المكان البيت لأنه في بعضهم تلقينهم يطلعونهم بعد يروحون يشتغلون في أماكن فهي النصيحة للطرفين يعني إن شاء الله الله يحفظنا ويحفظ الاجتماع من أي مشاكل آمين يا رب العالمين كل شكل للجسادة عليها المقدس على هذا اللقاء نتمنى أننا وضحنا كثير من الأمور فيما يخص حقوق وواجبات الطرفين من ناحية العمالة المنزلية كل شكل للجسادة عليها شكرا